كان من جميل ما حدث يوما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء يوما يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أبو بكر مغضبا وهم بها قائلا يابنة أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أبا بكر من أن يتعرض لعائشة رضي الله عنها بأي سوء ثم انصرف أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عائشة ويقول لها يضاحكها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك ثم جاء أبو بكر فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها فأذن له فدخل فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما فهل أنت أيها الزوج مصدر أمان لزوجتك حتى في حال الخصومة بينكما مصدر أمان لزوجتك